بعد التصريح الاخير لقائد الاركان الفريق احمد قايت صالح حول تفتح المؤسسة العسكرية على كل الحلول الممكنة للازمة الحالية والذي تأكد من خلاله ان هذه الحلول لا يمكن ان تكون دستورية محظى وبعد الجمعة العاشرة التي اعلن فيها الشعب تمسكه برحيل رموز النظام الباقي على رأس مؤسسات الدولة مبادرات عدة ظهرت ردا على خطوة الجيش فعاليات قوى التغيير ثمنت في اخر اجتماع لها دعوة مؤسسة الجيش للحوار ودعات للقاء وطني ستعمل على تنظيمه قريبا تحضره كل فعاليات المجتمع باستثناء الذين تورطوا في الازمة وذلك بغرض ايجاد حلول يقبلها الشعب وقالت ان مؤسسة الجيش مدعوة للمشاركة في هذا اللقاء بممثيلين عنها مجموعة من ناشطين السياسيين قدموا مبادرة مكتوبة الى المؤسسة ودعوا من خلالها الى مرحلة انتقالية يقودها احمد طالب الابراهيمي الذي اعلن استعداده لقيادة المرحلة اذا حصل توافق على ذلك هذه المبادرة واخرى تنتظر رد قائد الاركان غدا خلال زيارة تقوده ليومين الى ولاية قسنطينة حيث تعود الفريق احمد قيد صالح عقب كل زيارة توجيه كلمة حول الاوضاع السياسية والحراك الشعبي المتواصل منذ الثاني والعشرين فبري ومن المرتقبين تكون هذه الكلمة مؤشرا قويا على وجهة الازمة خاصة في ظل تآكل الاجال الدستورية لرئيس الدولة والحكومة في الرابع جويليا القادم تاريخ الانتخابات الرئاسية المرفوض شعبيا فما الذي سيقوله رئيس الاركان غدا